السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم بقناة كريبتو تيك شرحنا اليوم رح يكون عن منصة باينانس شرح كيفية إنشاء حساب على هذه المنصة وتوثيق هذا الحساب ليكون التداول على هذه المنصة آمن نبذة مختصرة على منصة باينانس منصة باينانس هي منصة تداول عملات رقمية وهي المنصة رقم واحد عالميا لتداول الأصول المشفرة وقصدنا بالأصول المشفرة مثل عملة البتكوين وعملة الإثيريوم وغيرها من العملات الرقمية ومنصة باينانس أيضا لديها عملة تابعة للمنصة ألا وهي عملة البي ام بي سعرها حاليا 403 دولار وهذه العملة لها شبكة خاصة بها ألا وهي بي ام بي سمارت شين مبنية عليها الكثير من العملات الرقمية بحيث نستطيع بعد إنشاء حساب على منصة باينانس وتوثيق هذا الحساب نستطيع بشراء وبيع هذه العملات الرقمية والتداول عليها والمضاربة على هذه العملات الرقمية والاستثمار للمدى القصير والبعيد تستطيع تداول هذه العملات مقابل اليو اس دي تي وتستطيع أيضا سحب أرباحك من المواقع الألكترونية على منصة باينانس وتحويل هذه القيمة قيمة الدولار أو قيمة هذه العملات إلى قيمة العملة المحلية وسحبها بصيغة ملموسة هذه هي نبذة مختصرة عن منصة باينانس قبل البدء بالشرح لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة ولايك جميل من حضرتك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا كل ما نحتاجه لإنشاء حساب على منصة باينانس هو تحميل تطبيق باينانس من على متجر جوجل بلاي أو أبل ستور بعد ما قمنا بتحميل منصة باينانس من على متجر جوجل بلاي نضغط على فتح مثل ما نلاحظ فتح أدنا التطبيق بهذا الشكل اللي مطلوب من عدنا لإنشاء الحساب أما أن ننشئ حساب عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رقم الهاتف احنا رح نقوم بإنشاء حساب عن طريق البريد الإلكتروني كل ما علينا هو الضغط هنا نقوم بكتابة البريد الإلكتروني ونضغط على كلمة next بعدها رح يقوم بإرسال إلنا كود على البريد الإلكتروني نتوجه إلى البريد الالكتروني ونشوف الكود اللي وصلنا ناخذ هذا الكود نسخ ونضعه في هذا الحقل هذا هو الكود اللي وصلنا ناخذ هذا الكود نسخ ثم نضعه في الحقل المخصص ثم بعدها رح يطلب من عندنا إنشاء باسورد خاص لهذا الحساب لكي نتمكن من الدخول عن طريق رقم الهاتف أو البريد الالكتروني والباسورد يجب أن يكون الباسورد مكون من أحرف وأرقام تتجاوز 8 أحرف بعدها رح تظهر عندنا هذه الواجهة إذا كان لدينا كود دعوة يمكننا أن ندخل بهذه الخانة كود الدعوة وكود الدعوة رح يكون اختياري ليس مجبر على إدخال كود دعوة نضغط على verify إلى هنا نكون قد إنشأنا الحساب الخطوة الثانية يطلب من عندنا توثيق هذا الحساب بعملية الـ QYC أعرف عميلك رح يطلب من عندنا بعض الأمور يجب أن نعملها حتى يكون الحساب آمن وشغال بصورة صحيحة نقوم من هنا باختيار البلد إذا كنت من العراق يمكنك أن تختار العراق وإذا كنت من الدول العربية يمكنك أن تختار الدولة التي أنت فيها بعد اختيار البلد نضغط على continue ثم بعدها نقوم بإدخال معلوماتنا كما موجودة في البطاقة أو جواز السفر أو رخصة القيادة يجب أن تكون هذه المعلومات مثل ما هي موجودة داخل هذه البطاقات يتطلب من عندنا في الحقل الأول كتابة الاسم الأول وفي الحقل الثاني كتابة الاسم الثاني والحقل الأخير هو كتابة اللقب أو اسم العائلة ثم نقوم بالضغط على continue بعدها مرة ثانية رح يطلب من عندنا اختيار البلد ونقوم بالضغط على continue ثم كما نلاحظ يطلب من عندنا إدخال تاريخ الميلاد كما موضح بالصورة نقوم بإدخال تاريخ الميلاد ونضغط على continue ثم بعدها رح يطلب من عندنا إدخال معلومات أو اسم المحافظة اللي إحنا ساكنين بيها أو المقاطعة اللي إحنا ساكنين بيها نكتب اسم المحافظة أو المقاطعة بعد ما قمنا بكتابة اسم المحافظة ظهر عندنا هذه الحقول الحقل الثاني يطلب من عندنا العنوان البريدي لهذه المحافظة أو المقاطعة إذا لم تكن تعرف هذا العنوان البريدي كل ما عليك هو الانتقال إلى متصفح جوجل وكتابة اسم المقاطعة سيظهر عندك الرمز البريدي أما بالحقل الثالث رح يطلب من عندنا إدخال اسم المدينة نقوم بإدخال اسم المدينة وبعدها نضغط على continue بعد ما قمنا بضغط على continue ظهر عندنا هذه التفاصيل رح يطلب من عندنا تصوير المستمسكات الخاصة بنا حتى يتمكن من إتمام عملية الKYC مثل ما نشوف أعطانا ثلاث خيارات يأما نوثق عن طريق رخصة القيادة أو البطاقة الوطنية أو جواز السفر نحن رح نختار البطاقة الوطنية ثم نضغط على continue يتطلب من عندنا تصوير البطاقة الوطنية بالوجه الأمامي والوجه الخلفي نضغط على continue ويجب علينا أعطاء الصلاحية لفتح الكاميرا وتصوير الوجه الأمامي والوجه الخلفي للبطاقة الوطنية مثل ما نلاحظ تم رفع البيانات نضغط على continue يتطلب من عندنا الآن التحقق من الوجه نضغط على continue رح يعطينا إيماءات يجب أن نعملها ويتم التحقق من الوجه بعد ما أكملنا التحقق من الوجه ظهرت أمامنا أنه تم التحقق نضغط على close وننتظر قبول التوثيق رح تكون مدة قبول التوثيق بين ساعة واحدة إلى 24 ساعة إلى هنا نكون قد أتممنا شرح إنشاء الحساب وتوثيقه الفيديو القادم سيكون شرح الإيداع والسحب والتداول على منصة باينانس لا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء آخر بقوة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة